لما انضربت الست دي في ليلة دخلتها قولك ايه ساسة تبح القط انا ايا كان غضب الغضب الغير مسيطر عليه بالشكل ده فافضل ليلة من ليالي العمر وتنضرب العروسة في ليلة دخلتها عشان اتأخرت او علشان ايا كان السبب ده شخصية غير سوية شخصية سهادية بتتمتع كده سهادية بتتمتع بتعذيب الاخرين وما فيش تفاهم اصلا ما فيش حوار كان ممكن تخلص بالحوار على فكرة لكن ما حصلش حوار وركزوا معايا علشان ده بيتبانى عليه حاجات كتيرة جدا فيه تغيير تغيير فكر الجيل وتغيير وعي الجيل وعي البنات انا يهميني دلوقتي البنات المخبلة شايف الدنيا ازاي ولا الزوجة حديثة الزواج ولا الشاب الزوج حديثة الزواج ضرب الزوجة بالشكل في ليلة الدخل اللي بيفضلوا اصلا عايشين عصافير كناريا قبليها بسطة شهر وعصافير كناريا بعدها بسانة مسلا فاجي في ليلة الدخلة دي لها مدلول اجي في ليلة الدخلة اضرب العروسة بالشكل واشلها وحطها كزا اصلها تصلحت وتراضت انا عايز اقول لكم معلومة بقى وخلوا هنا البنات يجبون اصل هي مغلوبة يا ست اسمعيني يا ست اسمعين الله يصلح حالك وانا هفصرلك الحتة دي واسمعوا معايا يا بناتو يا زوجات وانتو عارفيني الكلام اللي انا بقولكو دا حقيقي المرأة مشاعر ومش بالسهل عليها انها تخرب بيت او تطلق يصعب عليها قوي على فكرة وتقولك طب ما يمكن تصلح ما هصول رضاني بقى وطبطب علي ما يمكن خلاص اديله فرصة ايا كان ليه؟ عشان كده كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن مشاعر المرأة في موضوع الطلاق والايه؟ وكسروها طلاقوها صعب عليها جدا تيجي زوجة مت بهدلة مت بهدلة ومتشرحة هي وعيالها ومت بهدلين ومتمرم والناس بتسمع بيهم وجوحهم وتقولك هيتصلح حال واصوة قال لي كذا والله هينصلح وعدهم ما بتبقاش عايزة تنفصل ما بتبقاش عايزة تهد البيت ولو زعلت وعمت وجي رضاها خلاص فطبيعي ان هي كانت توافئ ساعتها انا مش ببرد دوقتي سبك دوقتي من موضوع الواقعة ذات نفسية خلينا نحلل الموقف بصفة عامة لما يبقى ده في ليلة دخلة وفي البداية اللي هي المفروض افضل ليالي العمر المفروض كده افضل ليالي العمر ويبقى بيسترديها وبيحاول يتلطف معاها ويخفف عليها واقع الليلة والفوبيا اللي بيبقى عند معظم البنات من الليلة دي فيجي يقوم جاي ضربها والكلام ده نقولك ساعتها الرد التاني ان ده تبقى ستة اصيلة وان تستحمل ما لهاش علاقة بالاصل ولا الاستحمال ولا الكلام ده الضرب منهي الضرب منهي وخط احمر وممنوع منعا بتت انك تسمح انك تتهاني او تنضرب وتجيب عائلتك وتجيب الاتفاقات ده رقم اثنين رقم تلاتة ان طالما ارادوا تصلحوا انتم ما تدخلوش طالما ما تتندبتوش احنا المسلحين انت المصح اللي تصدر الارشاد وتصدر النصح والارشاد للمجتمع بما يرتضي الله عز وجل الدين النصيحة لله والرسول والامة المسلمين وعمد فطالما انت متخصص وخبير في مجالك واجب علي ان انا ما سكوتش وقول ما ينفعش الجوازة دي الامر ده كان محتاج وقتا وقتا جديدة طاما شهور وتلعت تعرصة لاسماليا بتقول ان ضربتو وتعملت ايا كان طبعا المضوع في النيابة ولها انها تحقق ولها انها تقول صح واتبهدلتو وتحبستو وانضربتو وتهنتو وانضرقو ووشها وعنيها بان فيها تاع ايا كان اللي هيحصل احنا توقعنا ده